أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته باب من أبواب الجنة ونعمة كبيرة على الإنسان أن يجعل لك والداً تبره لتدخل به إلى الجنة وأن يجعل لك أماً تقوم على شأنها وتقضي حاجتها وتجلس بجوارها وتقدم لها كل خير وما تستطيعه لتدخل بها وتصل إلى جنة الله إن العقوق أصبح منتشراً في مجتمعاتنا وعن العقوق حدث ولا حرج فكم من أب هجره أبناؤه وتركوه وهو كبير السن ربما يتسول منهم الحنان ويتسول منهم الكلمة الطيبة ورب أم هجرها أبناؤها وهي تحتاج إلى مجالستهم وإلى معاونتهم كل مشغول ويترك أباه ويترك أمة رضي الله عن الصالحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها رأيت عثمان بن عفان في الجنة ورأيت حارثة ابن النعمان في الجنة وتسأل السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يا رسول الله فيقول لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه البر إنه البر أعظم كلمة يقوم بها الإنسان ويؤدي معناها كلمة البر هي كلمة جامعة لكل خير وكلمة العقوق هي كلمة مشؤومة تذهب كل بركة في حياة الإنسان كم ممن بروا آباءهم وقاموا على شأنهم كم ممن جلسوا بجوار آبائهم يمرضونهم يطببونهم يساعدونهم حتى أفضوا إلى الله تبارك وتعالى وهم راضون عنهم هكذا أفلح هؤلاء بخلاف من عقه بخلاف من أغلظ في الكلام بخلاف من منع خيره عن أبيه وأمه وكثير ما هم كم ممن يمنع خيره عن أبيه وكم ممن يخفي ما عنده عن أمه ماذا يقول هؤلاء لربهم يوم القيامة رضي الله عن سيدنا الحسن كان إذا ما جلس مع أمه على الطعام ربما لا يأكل فقال له أصحابه كيف لا تأكل وأنت تتكلم عن أمك وتتحدث عن البر فقال والله أخشى إن جلست معها على مائدة الطعام أن تتطلع عينها إلى شيء من الطعام تريده فأخذه بيدي لآكله فأقعوا في العقوق رضي الله عنه انظروا إلى هذه الدرجة كانوا يخافون من العقوق كانوا يخافون من مغبته لأن العقوق شؤمه كبير وأعظم الصلة أن يصل الإنسان أباه وأمه لا تقل لهما أف اخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا هو نداء القرآن عليك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ما أجمل أن ينطق الإنسان بأحب الأسماء لأبيه وأمه ما أجمل أن يلين الإنسان الكلام لأبيه وأمه كم تعبوا في التربية وكم سهرت الأم وكم ألانوا لك الكلام وكم حرموا أنفسهم ليطعموك وكم قاموا على شأنك وأنت ضعيف فإذا مستويت واشتد عودك وأصبح لك دخل من المال تحبس نفقتك عن أبيك وأمك إذا مشتد عودك واستغنيت عن خدمة أبيك وأمك تركتهما كبيرين يتسولان الحنانة من الجار أو من قريب آخر أبعد منك كيف يروك للإنسان ذلك وكيف ينام العاق كيف يهنأ بطعام وشراب وأبوه يحتاج إلى طعام وشراب إن العقوق شؤمه كبير في حياة الإنسان ولا أبالغ عندما أقول ما رأينا عاقا أفلح في حياته وما رأينا بارا بأبيه وأمه وقع في ضيق وقرب والله هذا مشاهد وهذا مجرب بين الناس رأيناه بأعيننا رأينا من ملك مالا كثيرا إلا أنهم حبسوه عن أقرب الناس إليهم منعوه من أن ينتفع منه الأب والأم فلم يبارك في هذا المال وضاعه وخسره واحتاجه ومد يديه وكم ممن كان عنده القليل ولكنه ما حرم والديه فأخلف الله عليه البر أعظم أعمال نقدمها وتكون في ميزان حسناتنا كما أن العقوق هو عمل مشؤوم نعوذ بالله منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته